اعلان متبادل بين واشنطن وطهران باطلاق صراح امريكي من اصل صيني احتجز في ايران عام 2016 بتهمة التجسس في مقابل اطلاق صراح الولايات المتحدة صراحة سجين ايراني وزير الخارجية الايراني جواد ضريف كتب على تويتر ان كل من الايراني مسعود سليماني والامريكي شي يو هوانغ سيعودان الى عائلتيهما قريبا من جانبه قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان المواطن الامريكي سيعود الى الولايات المتحدة بعد اتهامه بالتجسس في ايران وقدم ترامب الشكر لمن اعتبرهم شركائه السويسريين على مساعدتهم في التفاوض لاطلاق صراح المواطن الامريكي وفي الوقت نفسه اكد مسؤول امريكي ان ترامب ما زال ملتزما باجراء محادثات مع ايران بشرط ان تكون دون شروط ايرانية وقال ان حملة الضغط القصوى التي تنفذها واشنطن بحق طهران ناجحة وفعالة للغاية وكانت محكمة ايرانية قد قضت بسجن امريكي من اصل صيني لمدة عشر سنوات في عام 2006 وتوسطت السفارة السويسرية في طهران في اتمام تبادل السجينين خصوصا وان السفارة الامريكية في طهران مغلقة منذ عام 1979 ترجمة نانسي قنقر